مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله إليكم ملخص لحوال الجوية المتوقعة ازدياد تأثير المنخفض الجوي المصنف من الدرجة الثالثة على المملكة يغميل أحد والإثنين بإذن الله وأيضا هناك انخفاض ملموس وكبير على درجات الحرارة والطقس بشكل عام بارد وغائم وماطن مشاهدين فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك معه ترجمة نانسي قنقر مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم شاهل غزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مشاهدين أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن المملكة اعتبارا مساء يوم السبت بدأت بالتأثر بكتلة هوائية باردة هذه الكتلة اللي بتكون باللون الأخضر وأمامها اللون الأصفر لدرجات الحرارة الأعلى هذه الكتلة الهوائية الباردة بدأت تأثيرها المملكة مساء يوم السبت وليلة السبت على الأحد وسينتشر تأثيرها يوم الأحد وبحيث تشمل معظم أجزاء المملكة يومي الأحد والاثنين بحيث تكون الأجواء يومي الأحد والاثنين بإذن الله باردة وغائمة وماطرة المناطق التي سيحصل فيها الوطول طبعا من صباح يوم الأحد تكون في المناطق الشمالية وبالتالي تمتد تدريجيا يوم الأحد لتشمل أيضا المناطق الشمالية والوسطى وبعض المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة وأحيانا تكون الأمطار غزيرة خاصة ليلة الأحد على الاثنين ويوم الاثنين وهذا يؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وتشكل السيول لذلك نرجو من الجميع أخذ الحيطة والحضر يوم الاثنين ينتشر الأمطار أو تنتشر الأمطار لتشمل مناطق أوسع وتكون بشدة أكبر ليلة الأحد على الاثنين ويوم الاثنين وتكون شاملة بإذن الله في معظم مناطق المملكة تكون أحيانا مصحوبة بالبرق والبرد والرعب وتكون غزيرة تؤدي أيضا إلى ارتفاع منسوب المياه وجريان السيول خاصة في الأماكن المنخفضة وأيضا أثناء الهطول وخاصة إذا كانت شدة الأمطار كبيرة يتدنى مدى الرؤية الأفقية بشكل كبير ونحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض وأيضا من غزارة الأمطار وأيضا من التغيير الكبير في درجات الحرارة بين يوم السبت والأحد والاثنين حيث يوم السبت كانت الحرارة بحدود 16-17 الأحد والاثنين كانت بحدود 10 درجات أقل من المعدل بشكل كبير وبالتالي فالأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة أجواء باردة تتكاثر الغيوم بإذن الله وتسقط زخات متفرقة من المطر تبدأ في المناطق الشمالية وتمتد تدريجيا لتشمل بقية المناطق والحرارة الصغرى المتوقعة 8 درجات مئوية أما الأحوال الجوية المتوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة يوم غد الأحد انقفاض ملموس على درجات الحرارة حيث تتأثر المملكة بالكتلة الهوائية الباردة المصاحبة لهذا المنخفض الجوي المصنف من الدرجة الثالثة وأيضا تشتد الرياح وتكون مثيرة الغبار والأتربة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة قبل حصول الهطول وأيضا الأجواء يوم الأحد بشكل عام أجواء باردة غائمة ماطرة على فترات بإذن الله الأمطار تكون مصحوبة بالعواصف الرعدية أحيانا وبالبرك والبرد والرعد وأحيانا تكون غزيرة خاصة ليلة الأحد على الاثنين ويوم الاثنين وتؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وجريان السيول الأضمن متوقع يوم الأحد عشرة والصغرى سبع درجات يوم الاثنين أيضا أجواء باردة غائمة ماطرة والأمطار تكون أكثر انتشارا وأكثر غزارة يوم الاثنين خاصة تزداد غزارة وانتشارا اعتبارا ليلة الأحد على الاثنين ويوم الاثنين وبالتالي تكون الأجواء ماطرة وغائمة وباردة وأيضا الأمطار غزيرة تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وجريان السيول العظمى المتوقع بحدود 9 إلى 10 درجات يوم الاثنين والصغرى بحدود 8 درجات يوم الثلاثة تبقى المملكة تحت تأثير بقايا الكتلة الهوائية الباردة التي تندفع خلف هذا المنخفض الجوي تبقى الأجواء باردة غائمة جزئيا لكن تخف شدة هطول الأمطار وأيضا تخف غزارتها وأيضا انتشارها لكن تبقى الأجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا مع سقوط أمطار متفرقة بين الحين والآخر العظمى المتوقع 13 والصغرى 7 درجات مئوية أما الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى في الأماكن المختلفة المناطق الشمالية أجواء باردة غائمة ماطرة تكون مصحوبة بالبرك والبرد والرعد أحيانا العظمى في إربد 14 والصغرى 10 عجلون 13-9 والمفرق 14-8 وجرش 15 إلى 11 درجة مئوية أما المناطق الوسطى أيضا أجواء باردة غائمة ماطرة أحيانا بتكون غزيرة الأمطار والبلقاء 12-7 مأدبة 10 إلى 8 عمان 10 إلى 7 والزرقاء 14 إلى 10 البحر الميت 21 العظمى والصغرى 17 درجة مئوية أما المناطق الجنوبية فتكون الأجواء مضرة في البداية بسبب نشاط الرياح وإثارة الغبار والأتربي هذا يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الوفقية أجواء باردة غائمة جزئيا مع زخات رعدية من المطر على فترات الكرك 12-7 الطفيل 11-6 إمعان 14-5 وشراه 10 إلى 4 وخليج العقبة 23 إلى 12 درجة مئوية أما المناطق الشرقية من المملكة أجواء مضرة وباردة وغائمة جزئيا الأزرق 17-9 الصفاوي 16 إلى 6 ورويشد 18 إلى 7 مشاهدينا شكرا للمتابعة نترككم في أمان الله النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك معه المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن قهوة الغزالين قهوة سريعة التحضير الباطون الرغوي للعزد الحراري من إيريام لفارج باطون الأردن حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده سيتي مول مكانك المفضل تمويلكم مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم شاي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري